قال السفير والممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة عمر هلال قال إن الجزائر ارتكبت أحد أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان بتسليمها سكان مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة وأوضح هلال خلال نضوة صحفية في أعقاب اعتماد مجلس الأمن للقرار 26-02 القاضي بتمديد ولاية المينورسو لمدة عام أوضح أن الجزائر تنازلت عن جزء من أراضيها لصالح جماعة البوليزاريون انفصالية مسجلا أن مخيمات تندوف هي المخيمات الوحيدة في العالم غير المدنية وبعد أن أشار إلى تنديد الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وتمييز في مخيمات تندوف من طرف منظمات دولية ومنظمات غير حكومية فضلا عن المكلفين بولايات حقوق الإنسان استجرت ديبلوماسي نقلا عن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أن جنودا جزائريين قتلوا أو قتلوا صحراويين اثنين في هذه المخيمات أكتوبر الجاري أو أكتوبر الماضي وأضاف أن جزائر لا تسمح لأي شخص بدخول هذه المخيمات ولا تمكن المكلفين بولايات حقوق الإنسان من رؤية ما يجري هناك كما أكد المؤتد الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة أن لدى الجزائر أجندة سياسية تستعملها كمنفذ لمشاكلها متحدثا في هذا السياق عما أسمى هوسا شديدا بنسبة للقيادة الجزائرية وأوضح هلالا أن الجزائر تستغل مبدأ تقرير المصير لأغراض سياسية معتقدة أنها تحتكر استخدام هذا المبدأ لفعل ما تريد أقول لكم إن الأمر يتعلق بهوس شديد يعكس في نهاية المطاف نفسية السلطة الحاكمة في الجزائر ونحن نأسف لهذا يمكنني أن أحدثكم ساعات طويلة لأشرح لكم الهوس الجزائري لكن سألخص الوضع عن طريق المقارنة ماذا يقترح المغرب في مواجهة الهوس الجزائري فقط المرونة الحكمة وضبط النفس وسأقدم لكم بعد مظاهر المقارنة الجزائر تلعب بورقة تقرير المصير لغاية سياسية الجزائر تعتقد أن لها حق احتكار هذا المبدأ لتقوم بما يحلو لها كيف كان رد المغرب؟ المغرب يدافع عن وحدته الترابية وأريد أن أذكر بالمناسبة بأن مبدأ الوحدة الترابية أقدم من مفهوم الدولة عبر العالم ولا داعي أن أذكركم أن تاريخ الدولة المغربية يعود إلى 12 قرنا مبدأ تقرير المصير سطر في الإعلان رقم 15-14 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة سنة 1960 وحتى الإعلان 15-14 يكرس أيضا مبدأ الوحدة الترابية ثانيا الجزائر تحتضن المخيمات وتستعملها كأحد أوجه الصرع في حين أن المغرب يعمل على تنمية الصحرى هناك ساكنة تشارك في الحياة الاقتصادية والسياسية بشكل ديمقراطي ديمقراطي